تشهد أطراف المدينة القديمة في الجانب الغربي من الموصل اشتباكات عنيفة بين القوات العراقية ومسلح تنظيم داعش حيث قال قائد عمليات قادمون يا نينوى إن القوات العراقية تعمل في منطقة صعبة داخل الجانب الأيمن من المدينة وفي ظل احتدام القتال يستخدم الطرفان أقصى ما بحوزتهما من قوة ووسائل قتالية فالمعارك تتصاعد كلما اقتربت المواجهات في أحياء البلدة القديمة بالموصل حيث أعلنت وزارة الدفاع العراقية مقتل ستة قادة أجانب في تنظيم داعش بقصف جوي نفذته مقاتلات تابعة للتحالف الدولي في الجانب الغربي للموصل الغارات الجوية ضد تنظيم داعش استؤنفت بعد توقفها لأيام بسبب طراب الأحوال الجوية يأتي ذلك فيما أعلن قائد الحملة العسكرية العراقية لاستعادة الموصل سيطرت القوات العراقية على حي نابلوس جنوب غرب المدينة أما جنوبا فتقدمت قوات مكافحة الإرهاب واستعادت السيطرة على حي نابلوس واليرموك هذا التقدم أعاد للسكان الثقة بحياة أفضل وأكثر أمنى وإلى المرصد العراقي لحقوق الإنسان فإن أكثر من نصف مليون مدني يواجهون خطر الموت ما زالوا يعيشون في الأحياء الغربية من مدينة الموصل شمال العراق والتي تشهد معارك شرسة بين القوات العراقية وداعش الذي خسر أجزاء كبيرة من المدينة وبينما تعود الحياة إلى طبيعتها تدريجيا في الأحياء المحررة ينصب جهد القوات العراقية على كسر خطوط الدفاع الأخيرة لداعش في باقي الأحياء للإخبارية فهد العميري